أوكرانيا حاضرة هناك أيضاً في أستانا بكزاغستان في أعمال مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا سيكا حيث تقود تركيا جهد إنهاء الحرب الجميع معني بإنهاء الحرب والأزمة في أوكرانيا حيث يمكن إنهاء ما يجري وتحقيق السلام عبر الدبلوماسية فلا كاسب في الحرب ولا خاسرة من السلام هذا السلام الذي بات العالم يبحث عنه في ظل أزمة الوقود والغذاء العالمية التي تسبب بها غزو روسيا لأوكرانيا وهي النقطة التي يبدو أن الرئيس الروسي يراهن عليها للضغط على أوروبا للتنازل وتخفف الضغط الكبير الذي يعيشه بوتين بعد ضم المناطق الأربع الأوكرانية وتفجير جسر القرم أزمة قد ينهيها مؤقتاً اتفاق كل من الرئيسين التركي والروسي لتحويل تركيا إلى مركز لإمدادات الغاز وتوزيعه على الدول الأخرى عبر شركة غاز بروم وبناء نظام جديد لنقل الغاز إلى أوروبا فضلاً عن تعزيز اتفاق اسطنبول لتوريد الحبوب والأسمدة من أوكرانيا على الجانب الآخر تظهر قمة سيكا كمحاولة جدية للنهوض بالدول الواقعة في آسيا عبر تحويله من مجلس إلى منظمة تماثل منظمة الأمن والسلامة في أوروبا وإنشاء علاقات الاقتصادية وسياسية وبيئية بين الدول الأعضاء فيه ومع اختلاف توجهات كل دولة من الدول الأعضاء في سيكا يظهر أن العالم يتجه أكثر لنظام متعدد الأقطاب من جديد لكن من وجهة نظر تركيا فيمكن أن تكون هذه المنظمات بداية لإنهاء هيكلية النظام العالمي الحالي الذي يهتم بمصالح دول لا يتجاوز عددها أصابع اليد فضلاً عن إحياء ممرات نقل جديدة متعددة الوسائط لإحياء طريق الحرير الحديث الرابط بين آسيا وأوروبا ترجمة نانسي قنقر